يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله يقوم بعض الشباب بتحديد يومٍ من الأيام يصومون فيه ويتصدقون ويصلون على جنازة ويذهبون إلى المقبرة ويدفنون تلك الجنازة ثم يذهبون إلى زيارة مريض ويسمون هذا مشروع أبي بكر الصديق فهل هذا من التعاون على البر والتقوى؟ وراهم يخصونه بيوم وراهم يجمعون كله بيوم هذا كله من البدع الشباب الله يهديهم صاروا يخترعون أشياء ويقولون هذه مشروعة وهم ينكرون السنن ينكرون السنن ينكرون صلاة التراويح ينكرون أشياء من السنن وهم يبتدعون ولا يخالف بدعتهمهم يسأل الله العافية الواجب عليهم أنهم يتركون هذه الأمور يعودون المريض ويشهدون الجنازة ويصلون عليها ويتصدقون لا في يومٍ واحد أو يومٍ معين ولا يجتمعون على هذا كل واحد يفعل هذا بنفسه ولا يجتمعون عليه ولا يتفقون عليه هذه كلها بدع ومحدثات نعم تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان نعم نعم تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان